اليوم سوف أعطيكم سر من أسراري والله لم يكن أخذ لكم أشياء قسمة بلا وربي يشاهد عليها أي شيء نستعملها اليوم سوف نستعملها معكم اليوم سوف نستعملها في الحال البرد من يكون الجفاف البشرة في الدين والرجلين نستعملها الكريم هذا مرتب خاطر و سهل و اقتصادي و رخيص رخيص مكامج خمسة دراهم يعني تحضره و ديره و جربه و رضي لي الخبر لا شيء خاطر و طب و لا شيء واعر سوف تستعملها على جميع الكريم المرتبطة اليوم سوف أعطي لي هذا الكريم رحمة الوالدين سوف ترحم بها الذي رأيت الفيديو سوف ترحم لي وليدي سوف تتجربه و سوف أقول لي سير يا أختيك ما انفعتني كريم و سوف تربيه سهل لك انا امير من هذا الفيديو و انا بغيت منك غي حاجة واحدة حاجة واحدة اللي بغيت منك و نطلبها منك اللي رحم لك الوالدين لا يسهل عليك فى هذا النهار اللي خليلك معه لايك كل واحدة تخلي لي لايك ديالها سوف تشكروني غي حاجة و تدعموني اي حاجة اللي بغيتها في الفيديو سوف نطلب منكم غي حاجة والله العادي سوف تستفيدوا من هذا الفيديو هذا جيد اللي بتعاني من الجافف بالنسبة للناس اللي امتبعين في البادية يعني في العربية اللي دين ديالهم يتكمشون يتشاقونه يعني ما يلقونه ما يلقونه حتى نتيجة جربوا لي هذه الوصفة ترطب وتورد وتبيض هذه الوصفة تبيض وتترطب وتتورد يعني اللي دين يبقوا حمامرة انتم لا تشاهدوا معي فى الفيديو البناس اول مكوين احتاجته هي معي القضية الفازلين اي فازلين عندك انا هنا قدرت عائشة اي فازلين كانت عندك اختيام ممكن تديرها الثاني مكوينة البنات الطالك الطالك لا يوجد قياس قدرت معي القضية الفازلين اي حليب و اي كريم اعدي أختي الاستعمال واي كريم اي حليب الاستعمال وهي Hoeiyoke وطالك فيها مستعدة و مستعدة الكميه اللي بغيت قلنا نرى في هذا الكميه الثاني مستعدة اريفلام ما الشرط거를 قوم بالطالك الاصدراهم وفازلين سوف نزيد مازال لطالك بودرة الأطفال او لأي حاجة كنت عندك ممكن تستعمليها والله هالبنات قسامين بالله العهل العظيم بغيتكم تجربوه وتردو علي الخبار في الكومونتيرات و بغيتكم تبشي وتجربوه دابر لحقاشرة شوفوا المكوناتهم مكونات ساهلين و هذا هو اللي كي هنيني من تشقق اللي دين ورجلين في الحال باردر ما كنخلي مكان دير من تخله كريمات كنشري و لم يتعلم قوات те مالك هنونولي خطر نستعمل خل مش للخل جدك بل ت abstبر وال prestige ال faux سوف نستحacial الخل laborumi تستعمل هذه الكريمة ممكن تستعملها حتى المناطق الحساسة ممكن تستعملها مهم هنا سوف نضيف معي القادية للخل وسوف نخلط مزيان 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 حتى نحس بكل مكونات كلهم جانسولية ويا الله حبيبتي الله سهل عليك الله يعطيك كل ما تمنيتي في خاطرك دعي لايك دعي لايك والله عفتكم البنائس كنحس براسي كنطلبكم اه بحال شي حاجة اللي هي صعيبة ويا رساه لا رغي تزيدك صبير وتحطي على لي لايك هذا وليكين راه هذا وليكين عرفتوا البنائس هذاك اللايك علاش راه ممكن تخلصوا علي متى شي حاجة راه هذاك لي لايك راه غير دعم كتدعموني كتشجعوني كتعرف راسي انني يعطيتكم شي حاجة وعجباتكم يعني انا مادرت قانات وما تنعطي الوصافات الاو انا هادي هوايتي كنموت على الوصافات وكنبغين الناس اولى العيالات يكونوا يعني اه يعني في حل زوينة كما كنقول كنبغين يكونوا زوينة وانيقات ومهلا يشفر يوصهم ويعني هذا وليكين هذا هو الغرض ديال يا لابنات من هاد الوصافات اللي كنعطيكم هنا يا لابنات عن نجوش حويش يا اما غادي نديرو ملوين احمر يا اما غادي نديرو دول حمر مهم بمسبة اللي عند الدول الحمر في الرشاشة يعني السائل الممكن تستعمله وثوانية ق نحن نريد أن نحن نريد أن نضغط للمدينة في مدة طويلة ونرى البنات بعد الدريات تلقى بهم و تكون بأيدياتهم محمرين و رجلاتهم محمرين و رجلاتهم محمرين ستطردون في الدم ولكن هذا هو السر البنان سوف ايدي كتب لكم هذه صفره سوف ادابع هذا الكريم كما تشاهدون في الزربة سوف اعطيه ترطيب نعلم الزينات والبنان والله ما كرهتكم هنا البنان سوف ازيدوا قليلا لون لا اعجبني هكاية ثم سوف تحكموا هذا كل لون سوف ازيدوا سوف ازيدوا مهم على حاسب سوف ازيد من الملون احمر هذا ملون احمر غدائي بالنسبة للبنان اللي يقولون يرى ماشي صحي ولكن احنا كنديروا في الوصفة كان اللي يستعملوه في الطياب في الحلويات يعني في كل شي يعني في الحلويات كاملة يستعملو غير ملون غدائي ملون احمر أخضر أصفر ولكن يكون غدائي يعني يكون طبيعي هنا سوف نخلطها جيدا بالنسبة للبنان سوف نخلطها جيدا سوف نرى ان اللون سوف يكون خطير سوف تشربوا البشرة سوف تشربوا البشرة يعني سوف ترطيب خطير يعني لون خطير سوف يكون سوف تشربوا البشرة سوف تشربوا البشرة سوف تشربوا في شبوات أخرى وهذا سوف تشربوا البنات كما قلت لكم اللي عايشين في البادية اللي يعانيهم من المشكلة الجفاف والبشرة اللي نشوفهم اللي يحصل لعوان كي يبشيوا الصباح بكري كي يسقيوا الماء كي يوردوا البهايم كي يبشيوا ويديوا البهايم يسرحوا يعني هذا زويل اللي هم البنات وحتى البنات اللي هنا في المدينة رأتهم مكي يعاني وتهم رأتجافة فيما بشيتي رأى الرجال ونساء صغار وكبار كل شيء نشفو صافي البنات هذا ما كان كتمنى البنات يعجبكم الفيديو وما تبخلوش هيا اللي عودت هنا نقولها لكم حسنا نطلع لكم فراثكم لا تنسوش لي يا البنات اللي لايك اللي لايك اللي رحم لكم الوالدين والتعليق اختي عاريني فيه وصبيني فيه قولي لي اختي شي كلام اللي في قلبك قولي لي اختي في هذا التعليق عبري لي على المشاعر في هذا التعليق نشوفك في فيديو جاي ان شاء الله